السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد خاص بالأعمال اليدوية سنشارك معكم واحد العمل كيف العادة سهل و بسيط والأهم أنه يجي راقي وما يحتش منه شي مبلغ كتير أو لشي أشياء كتير وقبل ما نبدأ الفيديو كانت منه اللي باقي ما اشترك شي اشترك معايا في القناة وبرتجوا مع الأصدقاء ديالكم ودبا نبدأ على بركتي الله بالنسبة للأشيء اللي غنحتاجوا غدي نحتاجوا Brandon Clam علبة ديالكريم أي نوع عندكم ديال الكريم و أي حجم عندكم كيبقى اختياري بهذا الشكل هذا غدي نحتاجوا هاة السسمسلة هادي اللي كان لسقه في السراول و غادي نحتاجوا التوب أي نوع ديالتوب عندكم بطبيعة الحال التوب كيبقي اختياري على حسب من توفر ودبا نبدأوا على بركتي الله أول حاجة كان ناخدوها أول حاجة كان ناخدوه هذه العلبة هادي لن يفتح اخذ العلبة ديالكريم حسنا اضغط من المز IL جر겠어 هلا شروع سوقep طريقة سهلة سافيك ندوز الجانب الثاني حتى هو بنفس الطريقة كنديروا واحدة الكمية ديان مسدس الشمع ومن بعد كندغطو مباشرة الى هات السنسلة هكا مزيان من الجوانب باش كندمنو انها هكا تتبت مزيان او من بعد ما تزولش نهائيا كندغطو عليها مزيان تكتش دراسها سافيكو نجيو للدورة الاخيرة حتى هي بنفس الطريقة كنديروا مسدس الشمع وكنتبتو هات السنسلة اللي عندنا بها الطريقة بالنسبة لعلوبة الكريم كيف قلت لكم ممكن تستعملوا اي حجم عندكم ممكن تستعملوا حجم صغير على هذا كما انكم ممكن تستعملوا حجم كبير على هذا هنا كنجيو للنهاية وكنلسقو هات الطرف هات السنسلة بها الطريقة كي كتشوفو دابا غادي نبدو اللي سقوط طرف الاعلى ديال السنسلة اللي عندنا ديال هات العلبة الكريم غادي نبدو حتى هو اللي سقوه بها الطريقة مع هات السنسلة هادي نيت من الجانب الاخر اللي في الاعلى كناخدو الغيطاء وكنبقو حتى هو كنديرو مسدس شمع وغادي نسقوه من الاعلى بها الطريقة كي غا تشوفو معايا هنديرو حتى الكمية ديال مسدس شمع وغادي ناخدو ديال السنسلة من الاعلى وغادي نتبتوها بهات الشكل هادا يعني الطريقة را ساهلة غادي نكملو الدورة كاملة غادي نديرو مسدس شمع وحنا ياكل السقوف هادا هادا السنسلة هادي بهات الشكل هادا يعني واحد الجانب درناه في القاعدة ديال الغيطاء في القاعدة ديال الكريم والجهة الثانية درناها في الغيطاء بهات الشكل هادا دابا بعد ما انتهينا يعني بعد ما لصقنا ذاك الغيطاء من الاعلى دورنا عليه كاملة هاد السنسلة اللي عندنا غادي ناخدو مقص وغادي نقطع ذاك الزوائد ديال السنسلة اللي عندنا بهات الشكل هادا نخلو يعني غير الجاد اللي يلوينا لذاك العلبة ديال الكريم بهات الشكل صافي دابا مباشرة هادا هو الشكل دياله كي يجيه غنفتحها معاكم باش تشوفو كيفاش كتجي من الداخل راكت تفتح بكل سهولة بالنسبة لهاد المرحلة كتبقى اختيارية ممكن انكم تغلفوها من الداخل انا غنخليها غير هاكا دابا غا ندوز باش نغلفها بالتوب من المياني باش نكملوا الفيديو ديالنا هنا قطعت واحد القطعة ديال التوب وغادي نغطي بها هاد الجانب هادا هنا فين غادي تحبس السنسلة يعني مبات فاش مايجيش باين بالنسبة لهاد التوب انا استعملت وكان عندي واحد توب ديال واحد ملابس قديم استعملت ودرت له اعادة تدوير انتو ما ممكن اي ملابس عندكم قديمة كان شي توب زوين ممكن انكم تستغلوه كما انكم ممكن تستعملو توب ديال الفرو حتى هو كيجي زوين بزاف وكيجي راقي سوف هناكي كتشوفو السقط هادا بالجانب هاكا بها الطريقة هادي وغادي نقطعو الفائد بالميقص ودبا غادي ندوزو باش غادي نغلفو هاد العلبة هادي اولا هاد الحقيبة دليت غادي نغلفوها اولا كنقولو احنا بداري جبز طعم غادي نغلفو بهاد التوب هادا كيف قلت لكم انتم ما ممكن تاخدو اي توب من الاختيار ديالكم كندير واحد كمية ديال مسدس شمع من الجواني بهاد طريقة من الالة باستخدو قطعة ديال التوب اللي بغي نغلفو بها ونضغطو عليها مزيان هاكا بهاد طريقة كيكا تشوفو كندغطو مزيان باش دكتوب كي يتبت مع مسدس شمع ودبا غادي ندوزو الجواني بهاد طريقة هادي غادي نديرو فيهم كمية ديال مسدس شمع بهاد الشكل باش غادي نهبطو دكتوب حتى الجواني باش ما يجيش باين نهائيا ان ديك السنسلة كينا وما يبينش كما يعني انه هو علبة ديال الكريم بهاد طريقة كندورو على الجوانيب من بعد عاد غادي نقطعو الفائد بالميقص يعني ديال التوب كنجيو الجانيب الثاني حتى هو بنفس الطريقة كنديرو واحد كمية ديال مسدس شمع ومن بعد كندغطو على التوب مزيان بهاد الشكل هدا باش كيكيشد راسو وكيتبت مزيان كيف قلت لكم الداخل انا خليتو غير هاكاك انتو ما ممكن انكم تغلفوه كما انكم في الجهة العلوية ممكن انكم تديرو فيها مرآت وتلصقو حتى هي بمسدس شمع يجي ارقى واجمل سوفين بعد ما لصقنا هاد دائرة كاملة ديال التوب كنناخدو ميقص وكبقا نقطعو الفائد ديال التوب هاد طريقة كيكتشوفو بهات الشكل هادا هكا كيجي الجهة العلوية دبا بالنسبة للجهة اللي عندنا في الاسفل حتى هي نفس الطريقة غادي نديرو لها غادي ناخدو مصدس شمع وغادي نتبتو من الالة ومن بعد غادي ندورو التوب من الجوانب حتى يلصق التصق كامل بهات الشكل هادا ها انتو ما كيكتشوفو هنا بعد ما لصقنا الجوانب كاملة بهات الطريقة هادي كيكتشوفو في الصورة يعني ما كيجيش باين ديك العلبة ديال الكريم نهائيا ما كيجيش باينه انا غا نفتح معاكم باش تشوفو هنا يا من الداخل كيف كيجي كيف قلت لكم انا ما غلفتوش من الداخل انتو ما من الاحسن انكم تغلفوه بشيقية عدية التوب وهادي كل جهة العلوية تديرو فيها واحد الميرآت هكا غايجيش كل ديالوراقي وزويون وحتى بالنسبة للميساحة يعني راه واسع من الداخل راه يهز بزاف ديال اشياء من بعد انا غادي نضيف لواحد اللمسة هنا يا غادي ناخد هاد هاد كيسميت هاد الفرو هادا اللي عندي هنا يا وغادي لصقوه في الجانب ديال السمسلة بهات الطريقة هادي غير باش نضيف له واحد الجمالية اوصى فيه هادا هو الشكل نهائي ديال العمل يداوي اللي شاركت معكم اليوم درنا واحد اعادة تدوير العلوية الكريم بواحد طريقة سهلة وكانت جيزوينة وكانتمنى هاد الاقتراح يعجبكم هكا كان حصلو على واحد الحقيبة صغيرة او لابزطة ممكن ديرو فيه النقود ممكن ديرو في السك ديالكم كيش الشكل ديالو زويون وانيق وما كيبنش نهائيا بانهو علبة الكريم والاهم هاد الشي انهو كيتقام رخيس يعني صايبناه علبة الكريم غاي كارميوها او اي توب عندنا قديم كنغلفو بيه وبالنسبة للسنسلا يعني رتامن ديالها ما كيتعداش جوجدراهم يعني واحد الاقتراح لي كيبقى سهل وبسيط وفنفس الوقت را كييهز بزاف الاشياء يعني ممكن ديرو فيه اشياء كتيرة مغير النقود هنا كيكتشوفو انا درت فيه السوارات درت فيه هاد العكار هادا وباقي يهز بزاف ديال الحويج انتم كيكتشوفو راه واسع وهذا هو الفيديو دليوم كانتمنى هنا الاعجاب ديالكم وكيف كان قول ديما كانتمنى يكون خفيفة ضريفة لقلوبكم ونكم فتكم ولو بالقليل وكانتمنى انكم تدعموني بالاجيم وتبرطجوا مع الاصدقاء ديالكم وتفرحوني بتعليقاتكم ولا بغيتوا انني نشارك معاكم شي عامل يداوي مرحبا باقتراحاتكم غير خليوها لي في التعليقات وبالنسبة اللي بنات اللي بقي ما نضموش اللي معايا الانستغرام بالنسبة الانستغرام ديالي هو عالم المرأة مع سوسو غد نكتبها لكم هنا يا الفوق وشكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر